احنا زي ما قلت لكم احنا نتكلم النهاردة على الصفقات المحتملة للنادي الاهلي كلم جيمي عن خط الدفاع والاسماء المرشحة للنادي الاهلي قال لي ان وصلت الملعب الاهلي خلاص مش محتاج حد فيه او ما بيفوتش حد فيه او ما بيفكرش بحد في الوقت الحالي فهننتقل على طول للخط الهجومي واسماء مرشحة من ابرز الاسماء فيه اسماء كتير مرشحة بس الكلام يبقى واضح من قبل ما نتكلم فيه اكتر من اسم مرشح خاصة ان الصفقة اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي صفقة داخل فيها مزايدات وفي بعض الحاجات اللي بتحصل عشان يستفهم ايه اللي بيحصل يعني في بعض التصريحات من الراجل دمتري سيلك المدير الاعمال ووكيل اعمال محمد كونتي الصفقة اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي او اللعيب اللي هنتكلم عليه دلوقتي والناس هتفرج عليه لايف بقى في مباراة بوركينا فصلوا ان شاء الله امام منتخبنا يوم الخميش باذن الله ده ده اللعيب ده فيه اكتر من اللاعب تاني منهم يزا النعيمات منهم اللعيب اسم براشيف بيلعب فيه رومانيا فيه اكتر من اللعب لعبة لعبة كويسة معروضية على النادي الاهل لكن يتصدر الترشحات ويتصدر القناعات فيما يخص مرسل كولر محمد كنت ايه بص دايما تلاقي مهاجم بيلعب دي محطوط عليه علامة واحدة كده عشان بسطها للناس ده مهاجم بس فيه ناس مهاجمين بيطلع بره يشتغل بره وسام ابو علي لما الاهلي جابه ويتلاقيه كان متعامل له علامات صغيرة كده على الاطراف لا ده الراجل ده هو مهاجم بس بقيمش حاجة غير انه مهاجم يعني الراجل ده مش الراجل اللي انزل تحته ويشتغل مع المجموع الراجل ده سترايكر يعني محتاج حد يشغله لكنه هو عنده ميزة كبيرة جدا تعال اوريه لك بص يا كريم الراجل ده اول حاجة وقف هنا اول ما انت تشوف مهاجم بيستخدم دايما عملية الضغط بس بس اه بيستخدم دايما عملية الضغط مهاجم اجريسيف وتروح تقول ده الراجل ده بروفايل مارس الكورة مارس الكورة اللي عايز مهاجم ما بيهمتش طول الوقت بيضغط طول الوقت بيعرف تصرف مع المواقف ولان الجندم اللي زبالي مركب هو ضغطة خد الكورة شبه البروفايل اللي الراجل عايزه كمان لما طلع قفل عليه الراجل حارس المرمى حطاه بشكل جيد وانهى بشكل جيد دي النقطة الاولانية الراجل ده بيجيد عملية الضغط بشكل ممتاز مهاجم بيعرف يضغط ويستعيد الكورة مرة تانية معلش ارجع تاني ارجع تاني اه مهاجم بيجيد استعادت الكورة بشكل جيد نقطة تانية الراجل بيعرف يتعامل مع الكوراتة كريم لو معندوش مساحات ودي نقطة مهمة جدا الاهل طول الوقت فرقة كبيرة فرقة هجومية طول الوقت الفرقة اللي قدامه رجع كومباكت جيم مدايقة المساحات فالمهاجم في بعض المهاجمين ومهاجمين جمدين جدا لكن مهاجم بيجيد المساحة عايز مساحة ده راجل طول الوقت كامل كامل عشر وقت كامل مش كامل هتلاقي الراجل ده بص بص المدافع في ظهر وقافل عليه ومدايق ومرضيه وقافل عليه تماما الراجل بينزل لتحت علشان ياخد الكورة بدماغه يحطها في الزاوية الدقيقة تطلع منها بحاجة انا مش فارق معايا الجول انا فارق معايا هو قدر يتصرف في المساحة الدقيقة دي ولا لا نقطة التالتة المهمة هو راجل بيجيد استخدام رأسه بشكل جيد راجل بيجيد استخدام الكورات الرأسية بشكل ممتاز ودي حاجة اساسية ومتطلب اساسي ما بيرجعش عنه كل الخالص لما جاب بونتس تيجابه عشان كده لما جاب ويسام جزء من الحاجات اللي جابه عشان ويسام كان كده اي حد هيجيب الراجل انه يكون بيعرف مبايد عنده حاجات بقى تانية اضافية الرجل رجله اليمين اقوى مش شمال بكتير لكنه رجله اليمين رجل ممتازة كريمة رجله حساسة جدا في انهاج الهجمات بيقدر انه يشتغل بالمناسبة لهدف دي كلها الموسم الحالي الرجل الموسم الحالي سام في اتناشر جول اجمالا في تجربته مع اخماد جروزني في الدوري الروسي جايب تسعين لعب تسعين مباراة سجل اربعة وطلاتين هدف وصنع تلاتة بنتكلم عنها معدل نص هدف في كل مباراة معدل مقبول بالنسبة لي معدل جيد مش معدل ممتاز فمن اللي انت شايفه ده للراجل ده الراجل بيشتغل برجليه اتنين بشكل ممتاز وبيشتغل مع المجموعة لكن جوه البوكس يقدر يشتغل مع المجموعة كويس جدا جوه البوكس النقطة التالتة والمهمة جدا في الراجل ده واحنا الناس بتتفرج هتلاحز انه هو لاعب ممتاز في الحركة ما بين الخطوط دايما يسرق المدافع وتلاقيه موجود دايما دايما بيتحرك اما بيبعد المدافع عنه لو هو موجود دايما على البعيدة او انه بيسرق المدافع دايما ويشتغل فيه المساحات اللي ما بينه وبين المدافع التاني فطول الوقت ولاعب مزعج جدا لانه هو لعيب بدني في الاساس لعيب بدني في الاساس فراجل بيجيد المساحات بشكل جيد يجيد انها بشكل جيد اخيرا اخر تعليق على الراجل ده قبل انروح لعيب اللي بعده الراجل ده مهاجم كلاسيكي مميز لكنه ما بيطلعش ناره من بق مهاجم ما بيطلعش ناره من بق مهاجم أنا مش جايب هالند بس أنا جايب مهاجم قوي جدا اللي عايزه مرسل كولر كإمكانات مش كاسم ومش شبه اللعبة اللي موجودة في النادي الأهل في الفريق